أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأسبوعي قضايا تربوية وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نطرح قضية الحقيقة تهم الجسد التربوي سواء بشكل مباشر من المدارس أو قضية عامة تهم الأسر والمجتمع لأن التربية هي عامود ومن أعمدة التنمية الأساسية لأي بلد عشان شريحنا اهتمين اليوم أن نتكلم عن قضية التعليم العام التعليم العام أعزائي المشاهدين هو عامود أساسي لمعالجة قضايا الدولة بشكل عام والمجتمع ولابد من أن توجد هناك أساليب تدريسية وأساليب تقييمية صحيحة مثل اللي يقول لي أنسى أرني أتذكر شقلني أفهم نحن محتاجين اليوم أن نعالج قضايا التقييم والتدريس بأسلوب أن تسمح للنشأ والمتعلم أن يمارس مهارات جميلة أثناء التعلم يمكن هذا الموضوع اللي خلى الكثير يحاول أن يلجع إلى القطاع الخاص لكن التعليم العام لو مشى في القطار والسكة اللي أساسا رسمت له وهو الاهتمام بالأنشطة المدرسية تنويع أساليب التقييم الاهتمام في أساليب التدريس اهتمام بشخصية المعلم القدوة الأساسية والشخصية المؤثرة والأكثر تأثيرا في النشأ لكان الوضع بشكل أفضل لذلك اخترنا اليوم أن نتحدث مع أحد ضيوفنا اللي راح تشوفونا في حلقتنا اليوم عن دور القطاع التعليم العام في رسم سياسة التعليم بشكل أساسي وما هي التطلعات والتوجهات اللي يفترض أن نتبنىها وما هي الهموم والمشاكل اللي يفترض أن نقف عندها ونعالجها أعزائنا مشاهدين حلقتنا مستمرنا حلقتنا وياكم أعزائي المشاهدين ووصلنا معكم إلى فغرة الضيف لهذا الأسبوع وضيفنا اليوم ضيف مميز وهو السيد محمد الكندري الوكيل المساعد سابقا لغطاع شؤون التعليم العام ورحب فيك دكتور أستاذ محمد يا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وفهلا وسهلا في السادة المشاهدين ومرحبتين فيكم سيد محمد يعني أنت مو بعيد عن الجسد التربوي والعمل التربوي كونك يعني ما شاء الله تدرجت في هالقطاع وهالوزارة وهالعمل ووصلت إلى درجة الوكيل المساعد لغطاع التعليم العام واليوم التعليم العام أصبح يعني حديث خنقول واسع وحديث ناس لهم يعني هموم ولهم تطلعات في الوقت نفسه أن التعليم العام اليوم هل يواكب هذه التطلعات وهل يعالج تلك الهموم اللي يداولها يعني المواطنين بشكل عام سواء في خنقول المجتمعات العامة أو حتى في خنقول المجتمعات المهتمة في التربية وقضايا التربية بشكل عام وحنا في برنامج يهتم في تلك القضايا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام آي سيد مرزالين ولا شك أن قطاع التعليم العام قطاع كبير وضخم جدا ويشرف على عدد مهول من المعلمين يعني خلوصلنا إلى ما يتجاوز تجاوزنا مئة ألف معلم تجاوزنا ستمائة ألف طالب سبعمائة ألف طالب وطالبة فأنا أعتقد قطاع مثل هذا يشمل كل شرائح المجتمع سواء كان في الوافد أو كان المقيم أو كان من مواطن يعني ويدخل في كل بيت فمن هنا يدخل تكمن أهميته في هذا المجتمع لأنه يمس كل الشرائح وكل الأسر وكل البيوت والنشأ في التالي هو عماد الوطن أنت تهتم في النشأ لأن النشأ هو الثروة الحقيقية لا يوطن لا يبلد لا يمجتمع وهو أساس التنمية وهو أساس التنمية فلذاك من هذا المنطل قد لازم تهتم في هذا القطاع على قدر ممكن من الاهتمام سواء المادي البشري القرارات بأي شيء تهتم في هذا القطاع لا أهميته اليوم السيد محمد وانت تشوف الغطاء هذا هل أنت راضي عنه تشوفه زي والله شوف هو القطاع لأنه قطاع ضخم لأنه قطاع شبير لأنه قطاع شبير هي أمانة تحملها من السابق إلى الحالي الحالي يسلمها حق المستقبل وكل وكل في كل واحد يبسك هذا المكان يجد أن هذاك قضايا كثيرة جدا وتشتغل شغل كبير وضخم جدا هل تعتقد أن مع التضخم اليوم زادت الهموم وزادت المشاكل؟ بالضب زادت المشاكل مع التضخم مع الزيادة مع التطور التكنولوجيا مع الزيادة على التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لازم أن تتدخل في مجالات لازم أن تستخدم مشاكل وتستحدث مشاكل يديدة مهما تكون أنت ذكي في التعامل في المجتمع في أمور أذكى من اللي نتصورها لكن تلاحظ أن حتى النظرة نظرة المجتمع للتعليم العام تغيرت ترى ناس ودوا عيالهم للمدارس الخاصة الغطاء الخاص تذمر عام لا يوجد جدية في النظرة في التعليم مثل ما كانت في السابق هل نظرة هذه هي نظرة صحيحة أو لا مصحيحة دكتور أنا أعتقد أن هذه نظرة نسبية وحتى أن نقدر أن نقول أن نظرة صحية لازم نتنوع لازم نتنوع أنا أحب أن أولدي يصير دكتور أنت تحب أن أولديك مهندس هذه مجسدها أجنبية هذا يحب أن يكمل مهني هذا يكمل فني وهذا يكمل دخل الكويت وهذا يكمل خارج الكويت هذه نظرة صحية كاملة فأنت Builder لما تتنوع في هذه المجالات وهذا النظرة وتكون لدي ولي الأمر وهذه الثقافة تكون لدي ولي الأمر فأنا أتوقع أن هذه النظرة جدا صحية و جدا ثقافة حضارية جدا أن نتوسع في هذه المجالات وبهذا التنوع يعني زين أنا اليوم أقرأ مثلا طبيعة الموظف العام والموظف الحكومي أن يحترم وظيفته أن يمثل مثلا وظيفته خير تمثيل ويصون المسائل المتعلقة في وظيفته بشكل عام ما تكلم عن المعلم لكن نلقى ونكون واقعين أن معلمين اليوم يمارسون بعض الممارسات يمكن اللي ما تتماشى مع شخصية وكرزمة المعلم أعطيك مثال إذا تفضل مثال لما تلقى مثلا معلم في قطاع شبير مثلا وزارة التربية وبنفس الوقت يكون مثلا عنده مثلا موقع أخباري أو عنده تجارة إلكترونية يعني أنا ما بيحدد أكثر لكن نشوف اليوم ونسمع ويمكن هذا يكون حقا يمكن هذا يكون حرية شخصية لكن مرة ثانية نرجع إلى رؤيتنا ونظرتنا للمعلم ونظرة المجتمعات للمعلم دائما النظرة هذه تكون يعني مسبوقة بالاحترام والتقدير والوقار هي كرزمة المعلم يجب أن تحفظها والمعلم يجب أن تكون عنده كرزمة خاصة فيه كرزمة خاصة فيه آخر في مجاله من حقه لحق المشروع الذي عندي أني يكتسب فيه وفق ضوابط الدولة تقررها برضه لا يوجد مشكلة حتى لو أريد أن أخذ أنا حتى لو أريد أن أخذ كنت أنا معلم وموثل في تراجيلي في أحد المسلسلات يجب أن يكون دوري حتى يليق فيني كمعلم يليق فيني كمعلم لأن أنا قدوة عدد كبير من الطلبة فإذا لم أخذت الدور الذي يناسبني الذي يناسبني لا أعتقد يأثر على القدوة أو وراي من الطلبة فأنا أي عمل اجتماعي يقوم فيه المعلم يجب أن يتوافق مع كرزمة مع الشخصية مع الدور الذي يقوم فيه وهو دور المعلم الذي يقول المعلم سأت معي كمعلم لا سأت لازم أحافظ على هذا الشيء عشان أحافظ على شخصيتي وهيبتي في المجتمع بس للأسف يعني واقعيا اليوم نشوف الواقعيا اليوم في التعليم ويمكن هذا يجرنا إلى أن مدى رضاك عن مستوى التعليم العام اليوم وهذا أنه ما فيه هذه المحاسبة وأن تعال يا معلم أنت لقاء ممارساتك اللي قاعد تمارسها ما تليق فيك يعني يترك خنقول الأمر ويترك الأمور حتى نتفادى خنقول الهجوم خاصة إذا كان المعلم يعني خنقول عنده أدوات أدوات أقصد قد لا تكون أدوات شخصية وإنما أدوات إعلامية أو إنسان يقول لك لا أنا لي حريتي وأنا ما أرسك بطريقة وقد لا يقدر الكلام اللي حضرتك كتربة ويدقوله هو دكتور إذا كان عمل اللي قام فيه المعلم أو غير معلم سواء كان معلم أو كان طبيب أو كان ضابط هو إذا قام فيه عمل هل قام عمل مقصود أو غير مقصود هل كرره أو ما كرره هناك جهات رغبية في الدولة سواء وزارة داخلية وزارة الصحة جهة رغبية وزارة تربية نحن كوزارة تربية سنرقب هذه الأمور جميل وزارة تربية ترقب هذه الأمور وتوصل الرسالة مباشرة حق المعلم من باتر على طول توصل الرسالة أن اللي قمت فيه عملك مو صحيح جميل وممكن يتوقف عن العمل موقعا لحين الانتهاء أول فصل في هذا الأمر اللي هوابت فيه أو الكلمة اللي قالها أو المقطع اللي طلع فيه سواء في الموبايل أو أي شيء نوقف عن العمل المدة يوم يومين سبوة ما عندنا مشكلة لحد ما تنتهي لأنه بالتالي هو نحن همنا مصلحة المعلم ما نبتحوش أي شائبة فإجراءاتنا كانت وزارة تربية وما زالت قائمة على المحاسبة اليومية المتابعة اليومية لأي عمل ما يليق فيه كمعلم حفاظا على كيانه وهو وهيبته هو وكيانه ومزارة تربية جميل أنا دكتور أستاذ محمد وإن شاء الله أنت لك أعلى درجات بنتقل معاك إلى جانب آخر وهو جانب المناهج ما رأيك فيها شوف المناهج بحر كبير جدا المناهج ترى المناهج حتى لو كان فيه في بعض المقرات أو في بعض الكتب فيها حشو بس لازك دامنك تشوف أن العيال قاعد يأخذون درجات علية قاعد يحفظون ويوصلون تسعين وسبعة وتسعين وثمانة وتسعين والتسعة وتسعين إذن إذن هذا ترى هي المناهج فيها قدرات ودائما لما يضعون المناهج قطاع المناهج يضع مناهج يضعه للمتدني وللوسط في كمية كبيرة والفئة العليا في الدرب كبيرة لأنه هو هرم نمشي على الهرم هذا فأعتقد أن المناهج مسائرة وانت كوزارة ليس على كيف تضع مناهج فرضا طالب سين من طالب الطالب يريد أن يدخل الكيمية في العلوم الكيمية عشان يقبلونها يقولونها كم ساعة خذيت في المدرسة في السنوية صحيح فإذا لم يأخذت العدد الكافي لن تخرج لن يحدد في هذا المجال وكذلك الطبيب والمهندس ومزارك هم مكتوبين عدد ساعات معايير دولية معايير دولية درجاتهم عالية درجاتهم زينة درجاتهم متفوقة فهذا يبشر أن المناهج تصير وإن كان فيها بعض ما نختلف أن يكون فيها حيانا فيها حشو لكن هذه أمور تطلب أن أفرش قاعدة أنا أعطيها قاعدة كبيرة جدا وهو يأخذ منها اللي يحتاجها سيد محمد سنطلع فاصل وإن شاء الله نستمر بحوارنا معك أعزائي المشاهدين خلوكم معنا فاصل ونكمل حوارنا إن شاء الله بعد الفاصل أعنا وياكم أعزائنا المشاهدين بعد ما تابعنا الفاصل وأستاذ محمد قبل الفاصل كنا نتكلم عن قضايا تربوية وصلنا إلى قضية المناهج ونلاحظ في خنقول السنوات الأخيرة وممكن بعد مقادرتك القطاع أنه تم استحداث برامج جديدة ومنها برنامج أو منهج الكفايات ونحن نعرف منهج الكفايات هذا ماذا أتى بجديد بحكم مراقبتك الآن وانت برا مع ما كان موجود في السابق هو لا شك أن الوزارة دائما تواكب التعليم أول بول تواكب التطور أول بول وهذا حق لازم يستلازم لازم توصل في وزارة التربية في السابق كنا نمش مع جودة التعليم أو مدارس بتميزة أو مدارس الفائقين فأي مشروع ناجح أو يخدم العملية التربوية كأنه ما نتردد في تقديم حق الطلب اليوم نشوف إن شاء الله بـ 21 راح تدفع المشروع صباح الأحمد سموه صاحب سمو حفظ الله ورعاه أن يطلعون طلب الفائقين المتفوقين على الكويت كل ابوه ورعا يطلع وفرازات ما قمنا فيها إن شاء الله تخرج بعد سنتين فأنا أعتقد بكفايات أحد التجارب التي قدمتها وزارة التربية وطبقتها وزارة التربية وما نقدر نقول هو ناجح ولا غير ناجح لأن قياسا في الدول الأوروبية والدول اللجنبية ودول الشهر القاسية وبطبقتها وبنجاح كبير جدا لكن كنت أتمنى عشان ينجح أكثر ويبرز بالطريقة الصحيحة نحن نقدم له الفرشة ونحط له الأساس اللي يساعده على أنه يكون كامل النجاح سواء كامل منزانية أو أعداد الدورات اللازمة والتجهيز المعلمين والتجهيز المختبرات الكافية والتجهيز الموجهين سوي ورش تعليمية في كل مدرسة سوي مركز تعليمي مركز تدريبي في كل مدرسة أو في كل منطقة تعليمية الهدف كله نجاح هذه الفكرة إذا كانت ناجحة وإذا كانت غير ناجحة يجب أن تغارب نتائجها يجب أن يكون عندنا قدرة والشجاعة الكافية أن نقول أنه كان في سلبيات واحد سلبي والسلبيتها واحد اثنين ثلاث وسنكتفي في هذا الحد يجب أن يكون عندنا قدرة وعندنا الشجاعة أن ننقف هذا كان المفروض أن ننقف وهذه نتائجي تجربة وهذه نتائجي تجربة أستاذ محمد قضية الدروس الخصوصية يعني إحنا يمكن تكلمنا عنها هنا في البرنامج جاء أكثر من مرة لأنها فعلا قضية مؤرقة ويمكن تثقل يعني كاهل الأسرة ورب الأسرة خنقول يعني يدفع الكثير هذا حم الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة واضحة في المجتمع الكويت للأسف ظاهرة واضحة أو وصلت للجامعة وخاصة لما توصل في المراحة في الفتاة اختبارات الدروس الخصوصية يشارك فيها أفراد كثيرين جدا في تعسيسهم من تقل مسؤولية محاربتها أول شيء مسؤوليتها مسؤولية الولي الأمر بالدرجة الأول ثاني الطالب نفسه مرات ما يقضي الأمر الجدية أو الوالدة يوفر له المدرس خصوصي في الفتاة ثالثة على جودة المعلم كفاءة المعلم الاختيار كنوع المعلم اليوم أنا لما نأي في بعض الدول الشقيقة وندرس اللكسين ما لها صعب اللغة اللهجة ما لها صعبة ما يستوعبها الطالب فإذا ترتب علينا الطالب لازم يبدل جود ثاني اليوم لما أشوف أن الجامعات تطلب ترفع نسب القبول فحتى أولي الأمر ولده ممتاز يحاول أن يخليه أعلى من ممتاز عشان بدل بها هي بستة وتعين هي بستة وتعين هي بستة وتعين وثنين من العشرة عشان يتخل كلية صارت الأسباب وبنفس الوقت هل تعتقد أن أولياء الأمور اليوم وكونوا واقعيين نشاهدون يعني أولياء أمور بعضهم أنه اليوم الأمر مفاضي مثل اليوم نعم مفاضي وهذا حتى أسباب يعني كذلك ممتفرغ صماعات ممتفاضي يعني ممتفاضي فلذلك أسهل له يتساهل الأمر مدرس خصوص هذا هو إذا كان مدرس بعد أنا يقول أمكان بلا أخبرت عليكم حالات ممدرس كثير جدا ممدرس فأني مفروض كنت جهازة رقابية وإعلانات التي نشوفها يعني من وزارة دخلية من وزارة الإعلام من وزارة التربية من وزارة التجارة من جهة المعنية يجب أن تحارب ممترس فهذا المشكلة هذا الكارثة اسمعنا الحقيقة قصص هيا فهذا كارثة هذا كارثة هذا كارثة مات ومراكز يمكن مراكز التقوية ومراكز هذي اهتمام فيها بشكل أكثر المراكز طبعا أنا أنا نوفر عدد كبير من مراكز التقوية ويكون فيها أكفأ المعلمين المعلم اللي أشوف عنده غيابات كثيرة ما أدخله معلم لم أدخله المعلم اللي أشوف مستوات تحصيلي في متابعة الطلبة غير جيد لم أدخله في هذه المجالات أخلق نوع من التنافس بين المعلمين عشان يوصل يوصل لأنني أعطي راتب مجزي أن يدخل هنا حتى غريت المعلمين يصير بينهم بتنافس لأنني أعطي راتب وأحفظ كرامته لا يدخل من بيت لبيت أنا قاعد في مركزي وأحفظ كرامتي أحفظ كرامة المعلم يمكن يمكن ويمكن هذا يقودنا إلى شيء ثاني اللي هو التقنيات التربية ومدى اهتمام وزارة التربية فيها وإنها تساعد الحين اليوم عيالنا يبون تقنيات والله شوف التقنيات التقنيات اليوم مع التطور التكنولوجي أصبح ضرورة وملحة جدا جدا لكن لما أنا أطلب إدارة تقنيات أطلب ميزانية مليونين دينار عقل تقنيات ومييني خمسين ألف ولا مئة ألف صيانة ولا أجهزة ولا أشتري ولا دولة وحتى مشاريع سويتها وزارة سويت الوزارة من خارج الميزانية أنا في كل مدلسة أنا كمشرف تقنيات شنو المؤهل اللي حصلت عليه وشنو تسلم الوظيف اللي قاعدت رقيني عليه وشنو تسلم وشنو الكادر اللي أعطيتني فصار فيه عزوف لأن تلقى مدلسة فيها مشرف تقنيات عشرة من دارس ما فيها لأنه ما في شيء غريني أني أسر أسرف الوظيفة هذه مع أنها وظيفة جداً مهمة والتقنيات أصلاً هي أحد طرق تسهل توصيل المعلومة بسهولة عن طريق التقنيات المستخدمة المختلفة يعني أستاذ محمد شنو الأمور اللي تعتقد أنها اليوم تنهب بالعملية التعليمية ونرتغي بجودة العملية التعليمية برايك أو توجهها أو تنصح أن الوزارة اليوم تسلكها أسلوب التقييم يجب أسلوب ما نهجب لهم اللي أحطه حط الفهم والذكر والتذكر في ذيل القائمة نحن نشوف اليوم مدارسنا والجامعات تعتمد على الحفظ والفهم والحفظ والتذكر حطيتها بالدرجة الأولى فلذلك أنا أعتقد أسلوب الاختبارات وكثرت الاختبارات أرهقت ولي الأمر وخليتها تسوي دروس خصوصية زيادة أرهقت الطالب أرهقت ولي الأمر أرهقت المعلم كثرت اختبارات وأسلوب الاختبارات التقييم يعني تشوفه هل أنت اليوم تحب التقييم نحن تعودنا على اختبارات التحصيلية لكن اليوم نشوف التقييم فلسفة فصارت فلسفة فصار فن كتابة فن نشاط أداء يقدم لي يقوم يدرس جزء من الحصة الطالب يصير فيه التنافس شون النشاط الخارج اللي يقدم لي اللي ياب لي اللي يقاب لي في عساليب التقييم أصبحت عديد على طالي الأنشطة قبل كنا نشوف أنشطة متميزة جدا للمزارة اليوم خنكون واقعين الأنشطة هي عبارة عن احتفالات تمارس فيها الأنشطة يمكن وين الأنشطة اللي كانت تولد طاقات تولد خنقول يعني ماهرين في قطاعات مختلفة في الدولة هذا الجانب جانب الأنشطة تدرجة ببعض الدول تأخذ الأنشطة ثلث اليوم الدراسي تأخذ جدد نشاط ثلث اليوم الدراسي احنا ما نعطيها حتى 10% من اليوم الدراسي للأسف يعني النشاط صارت شحيحة وعلى شان نشوف دول الموجهين أعتقد أصبحت عليها مسؤولية كبيرة في هذا جانب موجه اللغة العربية شون يكتشف الطالب أو الطالب الذي تكتب الشعر في جميع المجالات في جميع المجالات إذا قدرت أنا أخلق الكشافين من الموجهين عشان أصدقني هؤلاء 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 يوصلون الكويت يوصلون الدولة إلى المناصة في جميع المحافل الدولية لأولمبياد اليوم ما عندنا قوة تنافسية لأن ما عندنا الطاقات التي تكتشف أول والأمر يخاف على وجه أنا بدخل الجامعة ما يكتشف في التعليم الجانب التحصيلي أكثر من جانب النشاطي والمهارات فالمفروض هناك حواب يستخدمها للوزارة إذا أنت دشرت بالنشاط ويبتلي ميدالية أنا أخليك تختار لكلية التي تتبهها هذا يكون تعاون ما بين مؤسسات تعليم العالي ووزارة التعليمية كم عدد يسيرون هؤلاء عشرين واحد أو ثلاثين واحد على مستوى الدولة العافية والله ورفع لهم القبعة نعم صح ورفع لهم القبعة فعلا هذا الاقتراح أتمنى الحقيقة أنه يوصل اليوم بطريقة أنه يعني إذا كان الشخص متميز ويخدم دولة في أي قطاع من قطاعات التنمية الرياضية الفنية المسرحية الموسيقية بجميع الجوانب ويأتي مثل ما قلت بتميز دولي فيفترض أن يكون هناك تعاون مع مؤسسات التعليم العالي محمد الحقيقة واستمتعنا واستفدنا الحقيقة من حوارك أشكر لك تواجدك معنا في برنامج قضايا التربوية ونتمنى وجودك معنا في إن شاء الله قضايا وحلقات سادقة يا مرحبت نفيكم في السادة ومشاهدين يا مرحبتين أهلا وسهلا أعزائي مشاهدين وصلنا معكم إلى نهاية فقرة الضيف وبرنامجنا مستمر خلكم معنا مرحبتين مرحبتين